السلام عليكم معكم شهف وعليد إن شاء الله تكونوا كمفصحة جيدة اليوم أنا معكم في جاو كلوس كما رأيتكم أجبت لكم وصفة سهلة اقتصادية وصفة صيفية تقدروا تمتم ذرها مملاحة بسيطة هذه المملاحة مقادر تاوحى سهلين موجودين في كل بيت لا تسحقوا فيها سطومة تقدروا بفاصل ما نذرها تبعوا معي المقادر أول شيء نقوله بسم الله كالعضاء نذروا هنا حوالي كاسة الحليب يكون بدرج حالة الغرفة لا تسحقوا لا تسحقوا دعوه هكذا مع جمالي أكل أكتبت لكم كامل المقادر هنا ونذر بيضة نحلها البيض نذره هنا والصفار نذره في الآخر كنشكلوه ليميني بيتزا هنزدون نأخذوا حوالي ملاعقة أكل ونصف خاملة العجن كنت لكم طريقة بسيطة ونخلطوا هكذا فيد في سيجوست نخلطوا هذوك المقادر نخلوها ترفوزي هاد هاد الخلطة حوالي خمس دقائق هنا بعد ما رفوزت لي خمس دقائق كما راكم جوفوا حتى تفالخي الخامير تاعي من الأحسن هنيا تديروا الفارينة قولوا خمسمائة قرام تفارينة تغربلوها كيان بزداف يقولوا لي علش نغرب الفارينة علش نغرب الفارينة لنهويها لنخرجوها كامل وهكذا ما يجوش فيهم حبيبات سيكونون العجنون فيها دقائق لما عندوش ميزان يدير حوالي ثلث كيسان ونصف تفارينة لما عندوش دي عندو ميزان خمسمائة قرام وليما عندوش كامل يدير نصباكي تفارينة هكذا ساعتكم كامل ونزيد فوقها حوالي 4 ملايق أكلتا الزيت أنا الزيت يضج ملايق أكل زيت نورمال وزج ملايق أكلتا زيت زيت لن نجد ملايقها نعرفوا العجنين الذين يدرون لهم الزيت زيت هكذا منظر الزيت نقوم باستمتع ملايقة قهوة الملح ونحرك هذه المكوينة كامل مع بعضهم وعندها تحصلون على عجنة تبعوا معي هنا بعد ما تحصل على عجنة كما لكم رأيكم لا تنزل تطريقة ولا تنزل ولا تنزل هناك فوق ينزل تنزل في اليدين لا يأتي حكما أذهب. هنا بعد أن أجنتها 5 دقائق عجنتها ملح. كأجنتها نخلوها تربوزي حوالي نصف ساعة. هنا بعد أن أخمرت لي نصف ساعة. نكملوا الوصفة لنا. نحبط هذه العجينة كامل. هذا فوق البلون الطرفي. وهنا هذه العجينة تخرج لكم ديزوي بياس. مع أنتها 18 نحبة تعميني بيزا. أنا كنت نوزنهم حوالي 35 30 قرم لابول. هنا كنت كل كوريا نوزنها 35 قرم ونضعها. أنتم معينكم ميزانكم. المهم أقسموا لاباتكم على 18. تخرج لكم حوالي 18 نحبة. حاجة الله يبارك. أرضي الفارينا نضعوا ديزوي بياس. حاجة ملحة. هنا العجينة حابت نوري لكم بارك هنا الصورة. باش توضح لكم. كنت نفتحها هكذا بطول. بدأ نحكمها هكذا. نعود نقلبها هكذا. نقلبها هكذا. تبعوني ملاحة. ونغلقها فليكوتي هكذا. بدأ نقلبها. ونحكم بلو بوس. بسبعة البوس والوسطاني. ونبدأ ندور فيها هكذا حتى تجيني ضائرة شابا. نكملهم كامل. من جهة أخرى أخذت شوية فلفل حلو. حباتها طوماطيش. وشوية قريار. وشكل عندكم ديرو الطن. ولكعتكم سوستومات. أنا مساعد الوصفة. لا أريد أن نقلبها هكذا. لن أجدكم بريقة بسيطة. ونقلب لكم. نبدأ نشكل. هنا في الصينياتي. نشكل دوائتين. نضعهم كامل. نفتح حماتك في الوسط. نعمل نقلب كره في الوسط. مقدة. ولا فونت. ولا كل ما يقولها. نقلب لنا. ونقلب لنا بصفر البيض. ونقلب لنا بصفر البيض. ونقلب لنا بصفر الامر. ونقلب لنا. هذه الطوماطيش. وفرومج. وفلفل حلو. نكملهم كامل. ونقلب لكم. لم يكن أبسط كما هذه الطريقة. ونقلب لنا بلعجينة. في البلاطو الأيض. حوالي عشر دقائق. ونضيف لها أحباتها الزيتون. ونضيفها في الفور على بثين درجة. ومدتطهي تحت سرابه بين عشر دقائق حتى خمسة عشر دقيقة. سأضيفكم كل واحد وفور سعوه. كي تشوفوا حمارة لكم من فحتها. تشعلونها غير من الفوق. تأخذ هذه تحميرة خفيفة. ونطفيونها. دوكنا هنا. تبعوا معي في الطبق تقديم إن شاء الله. الوصفة رهي واجدة. كما يقولون المملحة هادية. أي واحد في البيت يقدر يدرها. وصفة بسيطة. وإن شاء الله في الفيديو لكم تحلية. بزاف مليحة تعنيك. وتع حاجة خفيفة. نقسم لكم كل عادة. وكما قسمت لكم بداية الفيديو. والحبة لنا. خرجة إسفنجية وبزاف خفيفة. تجربوها. ونقوموا بفروسان الفيديو. مع السلامة. تجربوها. 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 تجربوها.